اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم في مادة الرياضية درسنا اليوم بيتحدث عن الفصل السابع واول درس في الفصل السابع بيتحدث على مقاييس النزع المركزية وهي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوار اولا فكرة الدرس او ما هي الفكرة من هذا الدرس او الهدف من هذا الدرس اجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوار لمجموعة من البيانات ما هي المفردات الجديدة التي سوف نتناولها في هذا الدرس ما هي البيانات وما هو المتوسط الحسابي وما هو الوسيط وما هو المنوار بداية او مثال استعد يبين الجدول المجاور عدد ساعات القراءة لعدد من الطالبات خلال اسبوع عدد ساعات القراءة وهذه البيانات الموضحة امامك في الجدول اولا نتعرف على البيانات اول مفردة عندي البيانات ما هي البيانات نعم هي معلومات تكون في الغالب اعداد كالاعداد في الجدول اعلى ومن طرائق وصف هذه البيانات هي استعمال المتوسط الحسابي والوسيط والمنوار والدرس الذي نحن بصدره هذا اليوم ما هو المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي يا اولادي هو مجموعة البيانات مقصوما على عددها اي اقوم بجمع البيانات ثم اقسم هذا المجموع على العدد حق هذه البيانات هنا هو المثال بصير يوضح لنا هذا التعريف توصد الحسابي لبات السابقة نجمع البيانات اولا ثم نقوم بقسمتها على عدد هذه البيانات اهو مجموعة البيانات امامنا اثنان زائد ثلاثة زائد واحد زائد اثنان زائد خمسة زائد اربعة زائد اربعة يساوي كم؟ احسنتم واحد وعشرين كم بيان هذا؟ عدد البيانات سبعة يبقى متوسط الحسابي بيساوي واحد وعشرين مقصوما على سبعة يساوي ثلاثة ثم ننتقل الى الوسيط وما هو الوسيط؟ هو العدد الاوسط في مجموعة من البيانات بعد كتابتها بالترتيب يبقى لازم وشرط اني اقوم بترتيب البيانات حتى استطيع اختيار او ايجاد الوسيط مثال ايضا نفس البيانات السابقة نقوم بترتيبها واحد اثنان اثنان ثلاثة خمسة اربعة اربعة من نفس الترتيب ولكن تمام من هو الوسيط هنا في هذه البيانات؟ هو العدد ثلاثة يبقى العدد الوسيط كام يا اولاد؟ العدد ثلاثة ايضا الوسيط عندما تكون عدد البيانات عدد زوجي كيف نجد الوسيط اذا كان عدد البيانات زوجيا يكون الوسيط هو العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين الاوسطين وكيفية ايجاد الوسيط نجمع العددين في وصف الوسط ونقسمهم على العدد اثنين اي نأتي بمتوسط الحساب للعددين مثال البيانات اثنين واربعة وخمسة وسبعة وحدعش وستعشر ما هما العددان في الوسط؟ العدد خمسة والعدد سبعة نقوم بجمعهما ثم نقسمهما على اثنان لماذا اثنان؟ لأنهما هما عددان فقط يبقى خمسة زال سبعة يساوي اطناعش تقسيم اثنين يساوي ستة ثم نأتي الى المنوال ما هو المنوال؟ نعم هو العدد الاعداد الاكثر تكرارا لمجموعة من البيانات ممكن يكون عدد واحد او اكثر من عدد متكرر في البيانات التي بتناولها تذكر ان ليس بالضرورة ان يكون الوسيط احد القيم في مجموعة البيانات اما المنوال فهو دائما احد قيم مجموعة البيانات اي ان المنوال لابد يكون قيمة من هذه القيم يمكن ايضا وصل مجموعة من البيانات باستعمال المنوال امثلة البيانات في هذا المنوال واحد واثنين واثنين وثلاثة واربعة واربعة وخمسة ما هو المنوال؟ ما هو العدد المتكرر عندي؟ العدد اثنان والعدد اربع يبقى المنوال في هذه المسألة هما العددان اثنان واربعة نأتي الى فقر التأكد في الكتاب المدلسي ونتناول اول تمرين بها اوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لكل مجموعة بيانات مما يأتي اثمان عصائر بالريال خمسة ريال وتسع ريالات وخمسة ريالات وستة وعشرة اوجد المتوسط الحسابي اولا نقوم بجمع هذه البيانات لكي احصل على المتوسط الحسابي لابد يكون عندي مجموعة البيانات نجمع هذه البيانات مجموعها كم؟ احسنتم يساوي خمسة وثلاثين ثم نأتي بالمتوسط الحسابي يساوي كم يا اولاد مجموع هذه البيانات مقصوما على عدد هذه البيانات اي ان خمسة وثلاثين تقسيم خمسة يساوي كم؟ يساوي سبعة احسنتم ننتقل الى ايجاد الوسيط اقوم بترتيب هذه البيانات خمسة وخمسة وستة وتسعة وعشرة من العدد الموجود في المنتصف في اوسط هذه الاعداد هو العدد ستة احسنتم يقول الوسيط هو العدد ستة يبقى معنا من؟ المنوال ما هو العدد الاكثر تكرارا في هذه البيانات؟ نعم احسنتم ممتازين انه العدد خمسة لانه متكرر كم مرة اولاد متكرر او سبق تكرره خيه مرة درسنا اليوم مقاييس النزع المركزية متوسط الحسابي وعرفنا ما هو متوسط الحسابي وانه متوسط الحسابي هو مجموعة البيانات مقصوما على عددها وما هو الوسيط هو العدد الايه العدد الاوسط في مجموعة من البيانات المرتبة وما هو المنوال هو العدد هو الاعداد الاكثر تكرارا في البيانات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مدارس العبير الاهلي